الحقيقة إنه ما فيش حد فينا يقدر ينكر الجهود الصحية الكبيرة اللي اتبذلت خلال السنين اللي فقتت كل المبادرات الصحية اللي شفناها بتتنفذ لو بدأنا من المدارس وشفنا المبادرات الصحية اللي اتعملت علشان ناخد بالنا من صحة ولدنا في المدارس الاهتمام بإن إحنا نكتشف لو في حد عنده سمنة، أنيمية، تقزم وأي شيء آخر وكمان نبتدي في علاجهم لو رحنا للمبادرات الصحية الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة مبادرات الصحية الخاصة بالاهتمام بصحة المرأة والطفل مسألة القضاء على قوائم الانتظار ورئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه تحدث عن هذا أكثر من مرة ومسألة إنه ما فيش حالة حرجة تستنى لأنه الناس ما تقدرش تستنى وهي مريضة بتحتاج للعلاج منظومة التأمين الصحي الشامل اللي كانت بالنسبة للمصريين حلم يعني لعشرات السنين شفناها بتتحقق جهود طبية من أطقم طبية شفناها كمان على مدار أزمة كورونا واللي قدروا إنهم يعدوا بينا الأزمة دي على خير وكانوا حقيقة أبطال خلال هذه الأزمة والدعم اللي حصل من الدولة لهذه الأطقم الطبية وكل الجهود كمان الخاصة بالقضاء على الفيروس سي اللي كان يعني بينهش في أجباد المصريين لسنين كتير طويلة جهود صحية كبيرة اتعملت ويعني الغريب إن إحنا لسه بنسمع من يشكك في هذه الجهود ويمكن لو أنا بسمع يعني خبر في برنامج حاجة لكن لما شوفوا على أرض الواقع حاجة تانية لما تتوفر اللقاحات في أزمة كورونا بهذه السرعة في مصر يمكن على خلاف دول تانية كتير ما كانتش اللقاحات موجودة وده اللي خلى إنه لما حتى يكون فيه موجات أخرى من كورونا تكون الإصابات أخف زي ما احنا كلنا بنعيش نتيجة لإيه؟ نتيجة لوفرة اللقاحات وده هنا ينقلنا لحاجة تانية وهي مسألة دعم حتى القطاع الدوائي وتصنيع الدواء وتوفير اللقاحات في مصر فبكل تأكيد لما تطلع إشاعة على هذا يعني القطاع اللي بيلمس كل المصريين بالتأكيد ما فيش حد فينا يقدر إنه ينصاق مع هذه الإشاعة وإحنا كمان بنبقى عايزين نسمع يعني ليه المتخصصين وله المسؤولين في هذا القطاع فبدوروا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة نفى الشائعة الجديدة اللي انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة إنه ده بيبقى نوع من أنواع اللجان الإلكترونية اللي خلاص المصريين بقوا شطار في إنهم يكتشفوه بسهولة الإشاعة بتقول إنه تم تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية في الموازنة الجديدة الخاصة بسنة 2022-2023 بردوا على هذه الشائعة إنه بالعكس تماما ده تم زيادة هذه المخصصات الخاصة بوزارة الصحة في الموازنة الجديدة لتقدر يعني كل الناس تطلع عليها نسبة الزيادة 12.5% هتوصل لـ 310 مليار جنيه يعني لا تقليص ولا حاجة ده كمان زيادة علشان إحنا يعني نقدر كمان نكمل بهذا النجاح لهذه المنظومة اللي كل فرد فيها يستحق الشكر النهاردة بعد كل اللي عدنا به السنتين اللي فاتوا لأنه إن يكون بشتغل بالتوازي في كل القطاعات في أزمة كبيرة زي كورونا العالم كله كان واقف قدامها يعني أعتقد أنه ده جهد كبير جدا جدا يستحق مننا جميعا الشكر والتقدير سواء للأطقم الطبية أو لوزارة الصحة المصرية والدولة المصرية ككل